السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم في فيديو جديد باتش نوت 8.7 الباتش نوت سادة تكملة للتعديلات حق التمانية فاصلة 6 اللي هي البالانسز ومجموعة البفات اللي بيسووا يعني بيسووا بفات مرة كثيرة صراحة اظنهم المرة هذي قالوا بدل ما نجلس كل شوية ننرف تشامبيونز عشان في تشامبيونز خلي نخلي كلهم اقوياء ويقولوا كلهم مبفبفين في ناس يحبوا التغيير هذي في ناس ما يحب التغيير هذي بس المشكلة صراحة بالنسبة لي في الجيم حاليا انه كمية السنوبولينج البيرست صارت مرة عالية الناس تموت مرة بسرعة ضربتين ثلاثة اربعة كله صار يموت فالجيم غريب بالنسبة لي بالذات يسي في كل حالات اريلا نزلت يا شباب كونجراتشوليشنز اللي اللي يحبوا اريلا الابها يروح تفرجها اريلا هتتبند في كل جيم بالنسبة لي انا احلعب في رانكت وانانصحكم اذا انت بتلعب في هاي ايلو اريلا is gonna be a problem اذا بتلعب في الو ايلو ما يعرف اشي يسوي فيها ولا يعرفوا الجي احاقليها خليهم اختاروها وروح اقتلوهم يعني اه في كل حالات قراغس ام برضو مسلسل البفات يستمر زي ما قلنا لكم سوالوا بف على الكيو حقه سوالوا بف على دبلو حقه والكيو حقه تزودوها من 0.6 ل 0.7 وهذا معناه يبو قراغس مرتان يرجع شوية اي بي اه دامج يعني ممكن يشوف قراغس في المد ما ادري صراحة بس ما اظن يعني التغيير هذا هيخليه يرجع الميته بس اه يعطوا مجال للناس اللي يحبوا يلعبوا اي بي سيروا يلعبوا اي بي اه الدبلو زودوا الريشو حقه في الاب يرتفع من فاصلة ثلاثة لفاصلة خمسة وهذا وهذا بف مو كبير زودوا عليها الحاجة كل ما زاد الاي بي حقك كل ما زاد الدامج الريدكشن كل ما قلت الدامج اللي يجيك وانت مشغلها الو اوكي فاربع في المية وهذه معناها خلوه برولر مرة كويس يعني برولر يعني يخش الضارب يتسانع يخش في الزحمة كده ويهبوت برأسه فتديها دبلو يصير عندك دامج الريدكشن تقلت دامج الريدكشن لما يقولوا دامج الريدكشن ما يفرق سواء اي دي واللو ولا اي بي ولا اي بي ولا اي بس عامة مفروض اي دي ولا اي بي ولا اي اي تايب اف دامج يجي عليك حيقل اربع في المية كل مية تابلتي باور ام وهذا ما هو كثير يمكن في بداية الجيم بس لو رايح في الاي بي حيش سير بمرة كثير ام اليس سوى لها ضف على الكيو حقتها وعلى الاي حقتها برضو على البيش دامج على الكيو زاد سبعين من ستين ميتان وشيرين وثلاثين وثلاثين يعني عشرة تقريبا في كل لفل الاي حقتها نقصوا السيدي حقها اتناشر حيرجي اليس في الميتا في الجنغل علينا الجنغل ميتا is more towards التانكس والعساسنز اليس مرة كانت كويسة لما يكون والله قدامك اليس سن ولا لو الانجاج جنغلرز دائما اليس تكون تدخل معهم في الميتا البيش هذا سيرجعها بس اكيد في ناس اللي تحبتوا لابي سيجر يستفيدوا منها اكريم الو حقتها زودوا الامج تاكن الهيل 30% الزوزة زودوا الهيل الي جيك من الو هذا معناس سستين حقك في الجنغل سيصير احسن وشويه الدامج اللي سيصير احسن وشويه الدامج اللي سيصير احسن يقول لك نبغى يعيش سوية زيادة ايفرن سوى باك فيكس على الكيو حقه البرش زودوها 200% استرينج الديزي engages more aggressively ولا شيء ما هذا لا تعتبره بف ما سوى فيه ولا حاجة ما يفرق ولا اي حاجة ما في احد يلفل الو اول اصلا كل الو شيء تاني ما عمري شفت احد يفرق مع الرينج حق الو عصلا يعني ما ادري الا على بارون يمكن ما ادري كارثوس اه زودو الكيو دامج باش دامج حقها من 40 ل 50 في بداية القيم او 10 عشرة بس في بداية القيم لانت القيم اذا انت من الناس الليلة في لعب كارثوس متعرف تسوي الكيو حقاتك زي الناس اللوادم هذا معناها كمية البوك اللي ممكن تسويه عاليات هتنسوا انه يعني لما طالع في 10 دامج في كيو واحدة مرة قليل بس فسويت اربعة ولا خمسة كيوز وكل واحدة جابت عشرة زيادة هذا معناه ممكن جبت 50 الى 70 دامج زيادة كويس فايبول كلنا عارفين الكيت حقات كارثوس ما هي LCS وردي بس انه بلا يتلعب به ولي حب يلعب كارثوس الدامج حقه ازادة لما ملاحظين يا شباب الى اندحين يعني 5-6 بفات ما هترجم في الميتة بس هتخلي الناس الليلة تلعبهم شوية زيادة كين angrease the amount of points gained from interacting with enemy champions وحتى 10 minutes angrease the amount of points gained from interacting with enemy champions post 15 minutes كل اللي سوا هادة ال اه. 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 بف بداية ال game. وخلوه يهدى شوية. في ال late game. يبغو يصير في بداية ال game احسن حبتين. كان ناو بي كيوت. اب وايل كاستين كيو. هذا ينفع عليه في الداركن اكتر مما ينفع على ال. اه. احسن تلعب بالكيو مرة كثيرة في الداركن اكتر ما تلعب بالكيو مرة كثيرة في الشادو. الشادو تعتمد على ال W. ال LT. اه. بف مش بطالة. ال late game حقه صار احسن تكة. ال late game صار اكتر. اذا كنت تلعب بالكيو حقتك. صار تقرى تسوي لها كيو مع لابلتي الثانية. ليونا. اه. ليونا كان اول زمان. تريد فاكرين لما تحط في الرونس حاجة اسمها adaptive damage يزيد اي بي ولا اي دي. لما تكون تاخد في الرون حاجة adaptive هي تزيد اي بي داح نخلوها تزيد اي دي. ما الاوتو حقتك تضرب. اه. ال Q حقتك. ولا الاوتو تضرب حبتين تكة زيادة. which is useless طبعا. ام لكس. اه. ال cool down refund on kill زودو من 10% الى 30% هذا معناه ال late game حترجع اكتر زيادة. انا صراحة من ان اصلا استغرد دائما. اه. ليش لكس يسوي لها بفات ام مع انه ما بتتلعب في LCS. ما بتتاعب الا في solo queue. وهذا حيخليها شوية زيادة dominant في solo queue. ام تكرت تسوي لالتي حقتها اكتر في 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 team fights. ما تغير كثير. ما هو البفة الهيوج. بس انه حيكون في فرقه حتشوفه. مالفايت. برضو نفس اللي سواه في جراغس بيفكروا يسويه في مالفايت. مو عشان تلعبوا في الاي بي. بس انه والله لو انت يو ايتم شوية دامج على اي بي. والله هتسوي دامج اكتر. الاتاك دامج زات من ثلاثة فاصلة ثلاثة سبعة خمسة الاربع. الاي خلو الرايشيو على الابنتي بحور حقها من عشرين في المية. ستين في المية. طبعا ما واقول بلاسيبو بوف ما في ناس كثيرة هتقول ابني رودة في ايجز عليه. لا طبعا ما اي. ما تبني رودة في ايجز عليه. بس والله شوية دامج. هجزيل عندك شوية دامج من الرونز حقتك حبتين. الانسبابل فورس نقص السيدي عليها عشرين في العشرة في الميت جيم وعشرين في الليد جيم. وهذا الوقت اللي فعلا انت استفيد منها اكتر شيء. هذا معناه طبعا لو انت تاخد اولتمت هات ولا تاخد اي واحد من الايتمز اللي تسوي لك كل ده. هذا حينقص ممكن لستين لخمسة واربعين. بالله باولتمت هات وكلام هذا كله. اه فاللي ممكن تسوي بها انه حتكون. اللي اللي صار بكل بساطة انه المال فايت التي عندك موجودة مع كل تيم فايت. واش تيم فايت؟ سوي التي تفك ترجع البيش ترجع مرة ثانية عندك على تيم مرة ثانية. وهذا اه على مال فايت اه مطعم صراحة. اه نوكترن برضو اه مع تهديرات مع المشاكل اللي سوها في الدسك بلايد قال لك في في الباتشين اللي فاتت يعني نره في الدسك بلايد مع الدسك بلايد اللي صار كل العالم اللي تلعب دسك بلايد صارت ضعيفة فقووا ثلاثة ارباعهم وقال لك نوكترن بنطوله شوية تحب فقام مزوّدون الدامج على البيس دامج على الكيو حقه من خمسة لعشرين خمسة ما يفرق مرة كثير ما هنشوفه مرة كثيرة. اولاف الار اخيرا شوية اخيرا شوية نرف. كان اول لما تشغل الالتي وانت تجري على واحد عندك يجيك خمسين في المئة هيست. الهيست يزويد لك الموفمان سبيد حقتك. كانت خمسين في المئة دا حين اعشرين في المئة في اللي تجيم زي ما هي سبعين في المئة. هذا معناه اولاف صار في البداية مع انه هو المفروض قوته في بداية القيام. فنرف على اولاف بسيط على السرعة حقته لما يشغل الالتي. طبعا ما يفرق اذا انت بتجيب الكيوز حقتك زي الناس الوادم. ما يفرق اذا انت عندك غوست بتجيبه زي الناس الوادم. اوكي. وين باك فيكس باك فيكس باك فيسك ما في شيء ضروري رينقار بف. البيس دامج تمانية وستين طبعا هذا برضو على عشان موضوع التويكينج حق رينقار والكيو حقته والديسك بليد انا واللهي رينقار صراحة الناس اللي لعبوه اوتوبي واللهي ما يفرق الدامجة هذا مع واي انه يفجر تفجير مو طبيعي. في كل الحالات زودوا الوابوف شوية زيادة على البيس دامج عشان الداسك بليد. او رنبل سووا الوابوف على الكيو حقته والبيس دامج حقه زيادة مية خمس سلاتين مية خمس سبعين في الالجيم. هذا معناه الدامج حق الهراس حقه يصير مرك احسن حبتين. الدامج على المينيونز نقص شوية في بداية الجيم وزايت في نهاية الجيم. هذا معناه الواب كلير حقه يعني هو قبل الخمسة او ستة باتشات اخله نيرف برضو على المينيونز الكلير وده حين نرفعوه شوية. خلوه في ذات الجيم شوية ورفعوه شوية. بس الدامج اللي يسوي على الشامبيون على. الشينج هذا حيرجع رنبل في الميتا ما اظن لانه في في شامبيونز كثيرة حاليا في الميتا توب بيلعبوه بيغضبوا رنبل ومنهم سنشوفها كثير ايريلي انا متأكد. سجواني من الشامبيونز اللي سوال نيرف. الهيلث جروث حقها نقصه خمسة سنة. اول كان كل لفل جيب خمسة وتسعين دا حين كل لفل جيب ثمانية وتمانين. هل هذا معناه ان اول كانت تشتري الاتم الثانية يعني زي ما تشوفه نعرف سجواني احيان لما نروح جنجل. فكان دايما اول ايتم اللي هو الجنجل ايتم من سندر هولكتاني ايتم تروح عليها وورموغ. احيانا على الطول احيانا لا تاخد بس شوية هلت وبعدين تاخد وورموغ. اه على لفل احداشر بالكثير انت عندك وورموغ 3000 هلت فتاخد الباسف حقته. ما ادري اذا التشينج هذا حيخلي بدلا ما تسير هي لفل احداش لفل اتنااش عشان تسوي ستاكل الورموغ او يكون عندها ايتم تاني. فالي يفضل حاليا انك تاخد سندر هولك بدين تاخد ايتم تانية بدين تاخد الورموغ اذا انت من الناس اللي حبنوا. ام ما جربتها بس هذي الفكرة الاساسية في بعدي. الاي قل طبعا كان واحد واحد وخمسة وشيرين واحد وخمسة واحد وخمسة واحد وخمسة في بداية الجيم زي ما هو بس في الليت جيم بدل ما هو الثانيتين صار واحد فاصلة اربعة وهذا حتلاحظوا على الطول من تاني لفل تاني لفل ام ما هيفرق مرة كثير اذا كنتم بتلاف في الجنجل هيفرق مرة كثير في القانكات مرة كبيرة حيطليها برا الميتة لا بس انه طرح اتلاحظوا. ويمكن الايتميزيشن هيتغير شوية. شاكو اه بعد اللي سووه في البات اللي فات قال لك سوينا بفع على الكيو عققته بالغلط اظنهم ان يتحمسوا زيادة. دحين قالوا نبقى نرجع حاجة. شاكو نكست بايسيك التاك. بعد ما سوي كيو. ثانيتين ونص. او في اكس دييلز بونوس دامج. اندريديوسز ديسايسيف كولدان. دحين لو يعني كان بعد ما تخرج من من الستلث. عندك ثانيتين ونص. اذا ضربت الضربة حاجيك الدامج الزيادة. دحين لازم تضربها اول ما تخرج على طول. يعني ما تقل تخرج من الستلثة تلوف تجري وبعدين تضرب. لازم تخرج وراء وتضرب. زي الاساسين. اذا ما ستجي. اه ونقصوا الريشو حقها من فاصلة سبعة لفاصلة أربعة. طبعا مع برضو شاكو كان مرة في الفاتشين اللي فاتت. طريقة مرغبية. كلنا عارفين انه مرة وبي. والدليل على انه وبي دحين في LCS في الألسينس. الخلج تحققه مية في الميتة. اي can كان فيه سوين 14can. كان فيها الفريق اللي فيه سوين. فاااااااااااااااااا pearl posts eswe Tom شوية نرفات بسيطة. ما تكفي نرفات حدش انت أطلعوا من الميتة. بس بدأوا يطالعواه يكتشفوا ان والله له لازم ننتبه له. 않은 ايقون على الاسف نوبي بينك بلا بلا بلا. ما هي ضرورية. خاييو حقا تزود gun down حقا من خوصة فاصل خمسة للسبعة فاصل خمسة والدامج قلل له عشرة في بدأة الهيئم. انتوا عارفين ان هادة حققتك اللي سيقلها اثنين لثلاثة او لاربع مرات حيقل الدامج حقك عشرة يعني عشرة وعشرين ثلاثين اربعين انا حسبك مرت فيها من حقاته في اليرلي game فبيقول لك انا سوين اليرلي game ابغى ضاعف وابغى ضاعف وابغى ضاعف وابغى في الليات game يصير هاي بكاري زي زي فكرة بلاد بالضبط وارويك سأبق فكس على الكيو يقول لك كان الكيو حين تضرب مرتين ان شاء لهها زد نقصوا الدامج الكيو لما تسوي الكيو تضرب اول واحد تضرب كامل ثاني واحد الدامج عليه يعني هي تضرب 100 كان ينقص 50% كان ينقص 50% فالكيو هي متمر على كل واحد ينقص على الدامج اللي بعده 60% الاتمس قنونسوا ريج بلايد لسه لم تصبحوا لها أي حاجة لسه ستكون مرة اخرى خربانا على سبط جن وض gram كمع اي أخذها فيها مرة كثيرة يأخذوها حتى انظرمت لديهم في بعض الحالات الأطاك كل اللي قم بتصبح سابقا 300 اذا معناها لازم لك وفين تلاتة زيادة عشان تجيبها طبعا لا حيتفرق في اللي أقول الكلام هذا حيتفرق بس في هذا رئيلي ومعناها الناس اللي كانوا يشتروها أبدل حيتأخروا في شروطها شوي ما زالت مرة خربانة يا شباب اللوكت سولها نيرف 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 الشيلد قللوه من 32% إلى 30% ما نيعرف ليش الشيلد بير تاركت لبل قللوه الـ 15% من 22% البونوس هالت ريشيو نقصوه نتنين نخلوها ثابت 20% الكولدون 120% ملتبل شيد ريدكشن أمانت 75% لما يكون فيه أكتر من اللوكت مع بعض ملتبل شيد ريدكشن دوريشن 20% ما نيعرف ليش صراحة نيرفوها بالطريقة الجشعة هذه إنه هذه من الآيتمز اللي مرة كويسة في القيم وأنا من الناس اللي أحب الآيتمز اللي فيها أكتف وفيها احتراف تشغلها في الوقت المناسب وتشغلها ساكل كل حالات ما حنختارها لا ما زالت تختارها لما يكون تيم هيفي AP انتنسيف دامج ولا حتى والله في عندهم دامج كثير وتبقى تسوي وانت تشامبيون تلعب ارتن سنسر ممكن تسوي من الله كداش ان تسوي ترجاع للايا ارتن سنسر نينجية تابي ہزای تكون بيتاكوز پرشيس رسألت ليس فائن عندما تنك سوى نينجية اتناول كبضة رفعه بها لما لذا خلال عميزهم وانتناولي شئها رفعه بها رفعه بي نحن ننجية تابي نحن جاء نوجه كبضة رفعه من يجل أن يستفتح بشكل معمز من مالكوز مالذي رفع يعني انا ما يعرف ليه يعني ما يبغونا ندافع نفسنا لما نلعب قدام اساسنز قال لك يا اخي الشوز هادي نبغاها ايتم كور على التانكس ما نبغاها ايتم كور على ال اي دي سيز صار لو اي دي سيز دائما نختاروها بس يا اخي اي دي سيز ما اختاروها إلا لما نسويتوا اللي ثالثة عالية وصار فيك عشرين الف اساسنز في كل الحالات كل اللي بيقولوا انه ما يبغو كل اي دي سي يشتريها الا في حالات محددة بس يبغو كل تانك يشتريها فاللي صار الارمر الاولي نقص من ثلاثين لعشرين اول كانت ثلاثين ارمر هادي تكنسل لك ايتم كاملة ماجيك بنتم تحين لا البيسيك اتاك دامج ريدكشن بدل عشرة في المية سارة اتناشرة هذا معناها البيسيك اتاك تنقص الدامج فيبغوها يبغو تانكس ياخدوها مقابل ال اي دي سيز يعني عشرة ال اي دي سيز لما نضربها هم تخفض الدامج مقابل انه والله الاي دي سيز هل الاي دي سيز ما هياخدها بعد كده الا بس في حالات جدا محدودة يكون فيه اساسن انتنسيف تيز No.1 باو رائمه ايتم سينيدرس من فير كيف أحسنت بإحداث كبيرة، لأنهم بجميع القموات منها يجعلهم الثلاث لا.. رلق شيلد line غلق كبير 10 من 1 4 على 1 4 على 1 لأنه يجعب الأشيال منها لأنه يجعب الأشيال منها عندما تحق الصيد لنضع الأشيال منها الريسالي 3 في الـ primary بدل ما تأخذ 65 health تأخذ 15 health في الداية الـ game 135 health Resolve inspiration نفس الشيء بدل 130 3070 Inspiration بدل 145 وهذا change أنا أرحب به كذا صار لها معنى أحسن صراحة بلسل ما تأخذ 65 health 65 health مرة مفيد في بداية الـ game بس ما هو مفيد في نهاية الـ game بس دحين لا في بداية الـ game قلل الفائدة بس عندك الفائدة وبعدين والله انهاية الـ game صار أحسن ممتاز الـ change المانا Flow Band كلنا عارفين هذا اللي هي في الـ sorcery 3 المانا Flow Band اللي ترجع لك مانا hitting enemy champions with a spell grants 25 maximum مانا up to 250 مانا الـ cooldown 15 الثانية upon earning 250 مانا مانا Flow Band restores 1% فتستخدمها عندما تضرب واحد يأتي من 25 إلى 250 مانا لو جئت 250 مانا سيرجع لك 1% من المانا المانا كل خمسة ثوانية فـ change بسيط عليها مرة مفيدة لـ champions enemy champions take down and restore 20% of your maximum value and refund 10% وانا هذا يا سيني نروحه ورجعها نرفيها ورجعها وراجعها خساة أيها وما المانا عدد كل هؤلاء المانا خساة تستخدم منه أكثر من أيّة nuestra صراحة ولم نرى هناك أمين الذين يختارون أصلاً غير كسد التناثي يقول لك أن أحد يشتريها هذا اللي هي في الـ Precision Tree الـ Legend Tenacity دائماً الناس كلها تأخذ الكريتي مرة قليلاً اللي بيأخذوا تناثي يمكن في الـ Top أكثر الناس بيأخذوها وقال لك أن نفعلها بوف ونفعل الناس يأخذوها زيادة فزود التناثي من 5% إلى 5% إلى 5% إلى 2.5% فكل تاكداون يزيد لديك 2.5% في نهاية الجام يمكن أن يكون لديك 20% 30% يعني 55% التناثي يعني مستحيل يأتيك فإذا أنت من الناس الذين تجري ورا أحد يعني رينكتون ريفن ممكن ياسوا حتى تلصق ورا الأدم اللي قدامك ألعب بتناستي ومستحيل يفكك أي ريليا برضو ممتازة جداً كاتداون برضو من الماستريز اللي موجودة في بريسجينة اللي ما حد بيستخدمها نهائياً ولا تشوفتها يستخدمها إلا في حالات مرة محدودة لما يكون التيمة اللي قدامك تانك انتنسيف ممكن EDC يأخذها وبرضو حتى في الحالات هذه يكون مرة قليلة وتشوفها دائماً في التيم بلاي أكثر من الأشخاص اللي يعني واحد لحاله يعني فلوه سولوكيو يوقع ما شوف تانكس قدامي ما قد أخذ كتداون لأنه طريقة لعبنا في السولوكيو ما تستاهل يعني ما تحويج أنه تأخذ كتداون أو واتليست ما قد شوفت منها فايدة أحسن من أن يأخذ كوب تقرأ يعني الفايتنج كل ما تأخذ كل كل ما ينقصر حيث حق العدم اللي قدامك تسوي دامج دائماً works a lot more better than cut down بالذات إذا كان زي ما قلت لك كتيما هو تانك انتنسيف في كل حالات دامج ملتبلاير من 4 إلى 10% زائد بلا 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 ماكس هلتا نخلوها من 4 إلى 12% قاد 150 إلى 2000 ماكس هلتا لما يكون فرق الهلت بينك وبين الآدم اللي قدامك 150 يبدأ طبعاً في بداية 400 في النهاية لما يكون فرق بين بينك والآدم اللي قدامك 2000 هلتا يشتغل إلى 12% هنشوف الحسبة حقتها ما عادري قديش حتطلع دامج وقارنا بينك تاخد كوب تقرأة ولا التانية واحتمال كبير برضو ما حتشوف أحد يختارها زومبي وورد 60 180 تجلس بدل 30 ثانية at level 1-4 36 120 ثانية at level 5-12 في البداية صارت تجلس أقل في النهاية صارت تجلس أكتر أي لك تشينج هذا طبعاً سومبي وورد بنشوفها مرة كثيرة في LCS ما بنشوفها مرة كثيرة في في سولو كيو بس وهذا الانتنشن منها حلو صراحة يصير يقللوا للفجين عشان تكون شوية بالانسد approach velocity movement speed زودوها من 10 100 absolute focus ما في شي ضروري والتغيير العظيم اللي سواء في المينينز يا شباب اللي أنا صراحة أبغى أفهمه وما أبغى أفهمه اللي سواء أول شيء المينينز الـ base gold حقهم 21 بدل العشرين كان يبدأ أول من العشرين وبعدين كل ثلاثة ويفات يزيد فاصلة 1.25 دحين ما عدا يزيد فخلاص من بداية الجيم اللي نهاية الجيم المينين هيعطيك 21 الكاستر مينين من بداية الجيم اللي نهاية الجيم هيعطيك 14 هذا معنام هلتم مو محيزيت هلتم مازال حيزيت كل ثلاثة ويفات بس الـ gold اللي يعطيك هي السيج مينين دو أنا أعطي 45 ساريات وستي يا عيال السيج مينين سارياتي gold مرة كثيرة الـ gold growth every 3 waves سارت ثلاثة ماشي فاصلة ثلاثة خمسة يعني شعلوا كل الـ gold growth من هذا يا وي لك تضيع السيج تضيع السيج مينين تتلطش كانونز كانونز نشيروا ميني جيم نحن نحن نفعلهم يقول لك الـ canons المفروض إنهم يعني أداهم مرة عالي يكسروا تاورز ويساعدوا في القيم فنبغاهم يصيروا مني جيم يبغى ناس عشان تجيبهم يعني يحاول يجيبه ما يغلط ياخد قول زيادة ولا يغلط يروح علي مركب. ودحين ما تضيعه. زاد من 828-900 زوده الحلد حقه. عشان كده اليوم انا جلس اضيع سياس. مو? انا طاعم دائما اضيع سياس يعني اليوم بالزيادة حابتين عشان اتغير هذا يا شباب. مو عشان انا منوب. عشان اتغير هذا. كل تلاتة كان كان الى wirion كان يزيد 23. increase to 32. فور وير 16. 50. JAMES. تلاتة كان يزيد فور وير 16. كل ثلاثة ويفز زيد 50. بعد الوايف الوايف الستاش هيزيد 60 كل ثلاثة ويفز كل ثلاثة ويفز. هذا معناه لذيتهم هيزيد مرة كثيرة. السوفر منيون نفس الشيء بس غلد زاد لستين نفس التغيير اللي صاري. هذا معناه هذا معناه كم تاور شوت حيتنق عشان يموت نفس الشي في بداية القيم واحد اتنين ثلاثة بعدين نقود ونفس الشي مفروض انه نفس الشي يعني الهلثة اللي زاد 72 قد يقول والله يمكن يتغير ولا اشوف اول كان التاور لازم اضروفها 5 مرات او 6 مرات لا افاكر بعدين انت اتشيلها المفروض انها نفس الشي مفروض مفروضا مفروض وهل اشوف صراعا Crest of cinders burn effect no longer damage turrets الصندر لا يضربة التوريط لم تكن قد ادري منه يضربة Attack Move on Cursor Attack move on cursor setting now checks a larger area for a valid target before defaulting to attack the closed system حالو 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 مناها لما تسوي Attack on Move und Cursor لما تضعها الشيك على او 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 اي انكارسر هيحاول يدور على target قريب لو في champion قريب حيفضل أن يضرب champion على ما يضرب أي شيء أقرب لك التعديلات بسيطة بقفكس ما في شيء ضروري نزل الرمبل نزلوكم ماستر تشيست هذا جديد new cosmetic only chest plus bonus essence for RP bundle of 10 plus bonus essence will be made available in this cosmetics only chest 205 يعني نزلو تشيست جديد حق cosmetics 2025 RP البندل حق 5025 20 bundle will be made available ايش يعني cosmetics يعني جال زي كده بس ما نزل لك سكنات نزل لك بس اه ولا بس ينزل لك سكنات يصير لما تاخده مو ينزل لك champion shorts بس ينزل لك سكنات اوكي وهذا سعره اظن الله اعلم ترى ما ادري طراحة ما ادري ما حافتي وبكده نكون خلصنا فالشنو 8.7 الله تكمل السحر العافية يا شباب شكرا جزيلا على المتابعة اذا عجبك الفيديو سوي شير سبسكرايب و وقل لاصحابك ولا تنسوا السريم اليوم عندي في تويتش وفي يوتيوب اه نتعب عليها صراحة شباب الشغلات هذه و نتمنى وجودكم وحضوركم وشكرا جزيلا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة